يسعد صباحكم أكيد من وينما كنتوا عم تحضرونا ضيفنا صار موجود معنا بالاستيديو الدكتور معتز دبي خبير علم البيانات رح نحكي عن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير لكم جميعا وسعيد جدا اليوم بتواجد معكم بيوم جديد نورتنا يا أهلا وسهلا دكتور بالبداية خلينا نتحدث عن وصف لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وإلها تطبيقات عديدة ومتنوعة فخلينا نتحدث عنها أكيد بكل تأكيد يعني هلا بجوز في عصرنا الحالي صار فيه اختلاف كبير جدا على النظرة للتكنولوجيا لم تعد النظر للتكنولوجيا على أنها عامل مساند في العملية الانتاجية صحيح اليوم التكنولوجيا صارت عبارة عن عنصر رئيس عامل رئيس وجوهري ومهم جدا في عمل ونجاح المؤسسات والحكومات وحتى في شركات التجارية وفي كامل قطاعات يعني أكيد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة تغييرات وتحولات هائلة جدا على ما هي تنوعية التكنولوجيا المستخدمة على الأنماط السلوكية والاجتماعية وبرضو على نماذج الأعمال اللي بتتبعها الحكومات وبتتبعها المؤسسات الرسمية والخاصة في كافة القطاعات طبعا أنا ممكن أعطي بعض من الأمثلة البسيطة جدا عن التكنولوجيا وعن التطبيقات المبنية على هاي التكنولوجيا طبعا تكنولوجيا اللي العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة هي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعني لكل أن نسمع عن الارتفشال انتليجنس نسمع في الميتا فيرس والعالم الافتراضي والعالم الافتراضي المعزز يعني اللي هي الابمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي نسمع برضو عن تكنولوجيا إلى علاقة بالبلوكتشين اللي هي هلأ كل معاملات المالية اللي بتتم بطريقة غير مركزية من خلال تكنولوجيا البلوكتشين الحوسة بالسحابية يعني فيه هناك العديد من التكنولوجيا ومن التقنيات التي هي مصاحبة للثورة الصناعية الرابعة هذه طبعا بوجهة نظري حاليا أنه ما زال التطبيقات الناتجة عن وجود هذه التكنولوجيا بتزداد يوم بعد يوم خليني أعطي بعض الأمثلة التي ممكن تقرب والتطبيقات الممكن تساعد وتغير من أنماط حياتنا يعني خليني نطلع الآن على الإنترنت الأشياء الإنترنت of things نطلع الآن عندنا مشكلة كبيرة جدا في الحركة المرورية والإزدحامات التي تكون في شوارعنا أنا في زيارة قبل عشر سنوات لأحد العواصم الأوروبا الشرقية كان الحلول باستخدام التكنولوجيا لحل مشكلة الإزدحامات دون الاتجاه لهندس المدني والطرق من خلال أنفاق وجسور كيف كان؟ كان عبارة عن مجلسات موجودة على الشوارع مرتبطة وصلت الإتصالات مع الإشارات الضوئية بحيث أنه تقيس عدد السيارات الموجودة في التقاطعات تقيس سرعة هذه السيارات على مختلف التقاطعات وبناء عليها تحدد كم لازم الإشارة تكون فترة اللون الأخضر كم لازم تكون لون الأورنج متى لازم توقف باللون الأحمر؟ أكيد هذه التكنولوجيا ممكن حتى استقدامها بخلال كاميرات الكاميرات الآن ممكن خلال image processing ومعالجة الصور المرئية أنه نعمل فعليا قياس للحركة على مختلف التقاطعات ونتحول إشاراتنا من إشارات ثابتة محددة بفترة زمنية محددة إلى إشارات ذكية هي بتغير من الأوقات التي ممكن تكون فيها الإشارة خضرة أو حمراء أو برتقالي بناء على نسبة الحركة والازدحام في ذلك المسار هذا واحد من التطبيقات التطبيق الثاني موجود في المصانع الآن أصبح عندنا الصيانة الوقائية في المصانع جميع الآلات هي برضو مشبوكة على سنسرز من خلال إنترنت الأشياء تبعث بيانات لقاعدة بيانات مركزية قاعدة البيانات المركزية فيه خوارزميات علم البيانات والذكاء الاصطناعي حتى فعليا تشوف الطاقة الإنتاجية لهاي الآلة وتشوف عملية الأداء لكل قطع فيهاي الآلة وتعطي تنبيهات مبكرة لأي صيانة وقائية موجودة عندنا هاي التقنيات بمصانعنا في استخدامات لكن فردية استخدامات هي مش موجودة في إطار عام مش ضمن استراتيجية وطنية أعطيك أمثلة ثانية للسياحة يعني السياحة في الأردن من أهم مصادر الدخل الآن أنا بعمل معجهات رسمية وإن شاء الله نقدر أن نستفيد من العالم الإفتراضي والعالم الإفتراضي المعزز في تعزيز السياحة وفي تشجيع السياحة كيف؟ يعني ممكن الآن إحنا نستهدف بعض المناطق المهمة جداً لسياح في الأردن زي جبل الويردة زي البوليفارد زي المطار نعمل إشي بسموه الكيبز أنه أنت تدخل على منطقة مهيئة تعطيك فعلياً تجربة أنك أنت موجود في وعدة رم أنك أنت موجود في البحر الميت أنه أنت موجود في العقبة لمدة دقيقتين أنه تعطيك الحافز أنك تزور هذا المكان بس ما تعطيك كامل خبرة بحيث أنك تبطل إليك حاجة إلا زيارته تعطيك الحافز لزيارته هذا باستخدام الواقع الإفتراضي والواقع الإفتراض المعزز في برضو جهات أردنية ووطنية عملت إشي مهم جداً تدريب المهني باستخدام هذا الواقع الإفتراضي تدريب المهني مكلف وخطط صح فأنت كيف تستخدم الواقع الإفتراضي من خلال نظارات تجيب هذا الشخص المتدرب تدربه على الإحدادة على النجارة كله في العالم الإفتراضي تكلفه أقل جداً ودون وجود أي خطورة على حياة أو على صحة هذا المتدرب هذا من تطبيقات الآن الـ Virtual Reality والـ Augmented Reality طيب دكتور هاي التقنيات عفواً قدش بتأثر على عمل مؤسسات الحكومية على تغيير نماذج الأعمال عفواً قد تفيد كمان أكيد هذا بجوز بجانب برضو مهم جداً أنا يعني بدي أحكي فيه فيه جانب مشرق من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وفيه جانب مظلم أو تحديات لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة خلينا نبدأ بالجانب المشرق الجانب المشرق له علاقة بزيادة الإنتاجية الإنتاجية هي عبارة مخرجات على المدخلات يعني أنا كمي أطلع أنت سواء خدمات أو منتجات وكمي أستهلك من المواد الخام أو من الوقت أو من الكلفة الإنتاجية عمل مهم جداً في عمل المؤسسات وبدل على فعلياً بأثرة في ربحيتها في النمو الاقتصادي المؤسسات سواء رسمية أو خاصة الآن لم تطلع الإنتاجية كل ثورة صناعية من الثورة الصناعية الأولى حتى الثورة الصناعية الرابعة اللي احنا الآن منعيشها زادت الإنتاجية بخمسين ضعف متوقع الآن خلال عشر سنوات القادمة تزيد الإنتاجية من خمسة إلى تمانية بالمئة يعني معناته إحنا راح ننتج منتجات وخدمات أكبر بكلفة أقل الكلفة عمالها بتكون فعلياً قليلة جداً لأنه فكر الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجية تعمل ذكاء نعم إننا نعمل دائماً بذكاء وبأقل جهد ووقت لحظة الجيل الحالي الجيل الحالي دائماً وأبداً بحاول الحصول على الهدف بأقل كلفة بأقل وقت وبأقل جهد كل شيء على الابليكيشن هو أعلى مكان حتى الآن إحنا لو بنا نروح على بلد جديد بنا نعرف مطعم جديد نروحه رأساً نطلع على الريتنج بدون ما نسأل صار بدنا وقت وجهد أقل بنا نتحرك من مكان لمكان صرنا على هلا الجوجل مابس هلا بدك تدفع فواتيرك فصارت جودة حياة المواطنين أعلى حتى في بيوتنا بخيالة سمارت هومز أنا ممكن أن أتحكم في البراضي وتلفزيون في الإضاءة كلها من خلال موبايل أبليكيشن أدفع فواتيري أقدم الإقرار الضريبي تبعي أستفسر عن مخالفاتي كاملة من خلال التطبيقات الثورة الصناعية فصارت في تحسين على جودة حياة المواطن مع تقليل كلفة عالية جدا لأن التكنولوجيا أدت أحيانا أن نقوم بكثير من الأعمال باستخدام التكنولوجي ونقلل من كلفة العامل البشري وهذا في إلى جانب برضو يعني زي ما إلى جانب إيجابي في إلى جانب مظلم هناك نقطة مهمة جدا وبنفس الوقت خطيرة التي هي الآن 30 إلى 40% من سكان العالم يستخدموا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي إما لحتى يتواصلوا مع أشخاص آخرين أو حتى يتطلعوا على بعض الثقافات فصار في تبادل للثقافات صار في تشارك للثقافات هذا الأمر أدى لجلوباليزيشن أو العولة من جانب هو إيجابي جدا لأنك تعرف على ثقافات المجتمعات الأخرى وبتكون يعني أوبن ومنفتح إلى الحضارات المختلفة بس من جانب تاني خطير جدا أنه بيأثر على القيم الأخلاقية والمجتمعية والعادات والتقاليد في مجتمع معين فالآن أصبح أنماطنا السلوكية والاجتماعية لا يمكن السيطرة عليها زي ما كنا قادرين قبل 30 سنة أو قادرين قبل 25 سنة فالآن صار هذا عملية الانفتاح والتشارك الثقافات إلى جانب إيجابي وبنفس الوقت فيه جانب سلبي جزء نقطة أخيرة من الإيجابيات التي هي تشجيع الأعمال الرياضية والابتكارية يعني الآن مثلا لدينا طباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing أدت أنه إحنا نعمل نماذج أولية سريعا ممكن توصل إلى السوق فالفجوة ما بين هذول المصممين وما بين السوق أصبحت قليلة وشبه معدومة بينما كان قبل 3D printing قبل وصول النماذج الأولية للمنتجات كانت ما بين المصممين وصول إلى السوق توقيت فترة وجهد كبير جداً هذا بجوز من أهم الفوائد تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة فيه جانب المشرق فيه هذا جانب المشرق فيه جانب تاني يعني بجوز نحكي فيه وإذا حابين جانب التحديات وجانب المظلم أكيد تفضل واحدة من الأشياء اللي الخوف الكبير من هذه الثورة ومن التكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة هي بزيادة نسبة البطالة الآن الأعمال اللي ما بتحتاج مهارة عالية ولا خبرة كبيرة اللي هي أعمال روتينية متكررة زي مدخلين البيانات اللي يشتغلوا به مثلاً في الويرهاوسز فيه المخازن نقل بضاعة من مخزن إلى مخزن ترتيبها حتى في بعض الأحيانات ترتيبها كل هذه الأشياء ممكن نستعادة عنها الآن إما بروبوت أو بسوفتوير يعمل هذا الحكي يعني تخيل البيانات ممكن سوفتوير كول سنتر الآن فيه ممكن نرد عليك يعني Voice Digital Assistant المساعد رقمي باستخدم فعلياً اللغة المحكية بس دكتور نحن نشوف قداش بأميركا اليوم في عندهم قلة بعدد الأشخاص المقبلين على الوظائف يعني أنت ما فيش عندهم موظفين فممكن هي تحل الأزمة اللي أسببتها ممكن رائحة كورونا مثلاً صحيح هذا من جانب بس من جانب تاني كمان عماله بتخلق فرص جديدة للعمل طبعاً لنا لمهرة وللناس التكنيشنز الفنيين والمهندسين يعني ما كنا نسمع قبل فترة عن علم البيانات وعالم بيانات عن مهندس بيانات صح ما كنا نسمع عن مثلاً متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي صحيح الثورة الصناعية الرابعة صحيح في جانب تاني اللي هو عدم المساواة يعني بيحكوا أنه الآن في التكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتزيد الغني ثروة والفقير فقراً لأنه فعلياً من بقدر يحصل على هذه التكنولوجيا هي بالأغلب هي الدول الغنية القادرة لأن الكلفة الرأسمالية لهذه التكنولوجيا عالية جداً وبرضو بتوقع أنه الناس اللي هم فقراء ويشتغلوا بالوظائف الروتينية المتكررة راح تم الاستغناء عنهم من خلال روبوتس أو من خلال يعني الروبوتات وعلم الروبوتات فهذا راح يكون إلو أثر اجتماعي كبير جداً يعني بهذا الموضوع ما بينتهي الحديث تحديداً نحن ننامع نصحة في أبليكيشنز جديدة في تطبيقات جديدة في تكنولوجيا جديدة ولكن نحن نتمنى أن يكون هناك تشريعات قوانين تحمي مستخدمي هذه التكنولوجيا لأنه هناك العديد من الخروقات اللي صارت عالمياً وليس محلياً صح فقط بدنا نشكرك دكتور ونصبر تواجزك معنا أكيد كل شكر للكم وأكيد جزء رسالة نهائية ممكن أن نوصلها أنه الآن نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية للتعامل لتحديد الأهداف والأولويات ورسم السياسات في مجال استخدام وتبني التكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة أكيد يعني هذه الاستراتيجية بجوزية الآن أصبحت مطلب لأنه زي ما تحدثت في البداية التكنولوجيا الآن هي شاء الله شيء ومستهابت يعني لازم نمتلكه نحصل عليه ونستخدمه بشكل أمثل شكرا جزيلا كل شكر للكم شكرا